انتهى الانتظار وصادر قانون المالية التكملي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية ليدخل قرار تجميد عمل مصانع تركيب السيارات في الجزائر حيز تطبيق قرار تنتظره سوق السيارات التي دخلت في جمود بعد توقيف الاستيراد قبل أكثر من سنة ونصف السنة الجزائرين محتاجين إلى تقريب ما يساوي 400 ألف سيارة والسيارات الموجودة هي قديمة لأن توقيف الاستيراد وقع خمس سنوات الوراء وأصبحت أزمة سيارة التي كانت أقولها بمقياس العالمي تسوى 5 ألف أو 6 ألف دولار أصبحت تسوى تقريب 20 ألف دولار في الجزائر وقررت الحكومة تجميد عمل المصانع إلى غاية طرح دفتر أعباء جديد يعيد هيكلة النشاط الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دولار منذ انطلاقه قبل خمس سنوات وقد أدرجت الأجنة المالية في البرلمان عدة تعديلات تتعلق بتنظيم استيراد السيارات مستقبلا لدينا فرصة خاصة بالنسبة للخواص وبالنسبة لأموال الخواص لكي يستوردوا سيارات معقولة في المراحل الجاية بإسعار معقولة يطبق عليهم الأسعار الموجودة فيه بالنسبة لرسم الجمهوريكي بالنسبة لضريبة المهمة بالنسبة لإقتصاد الوطني وارتبطت مصانع تجميع السيارات في الجزائر بسلسلة من الفضائح التي شغلت الشارع الجزائري نهيك عن أنها كانت تعد أبرز ما يحاكم عليه مسؤولون سابقون بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أيحيا وعبد الملك سلال سبب ظهور الفساد في القطاع تركيب السيارة في السابق لم يكن سببه المباشر هو دفتر الأعباء ولكن كان بالنظر إلى الصفقات التي كانت تمنح من قبل النافذين في الحكومة إلى بعض رجال الأعمال حيث كانت صفقات مغلقات وحاقق الربح فقط للنافذين في الحكومة وحسب مراقبين فقد عجزت الحكومات السابقة في فترة حكم بوتفليقة عن تطبيق القانون على أصحاب مصانع تجميع السيارات نظرا لقربهم من عائلة الرئيس السابق وهي معطيات قد تغيرت كثيرا في الضرف الراهن قد يكون قرار تجميد مصانع تركيب السيارات وإعادة فتح الاستراد رهانا ناجحا من الحكومة الحالية لتنظيم القطاع الذي نخرته الفضائح وقد يكون فرصة أخرى لإعادة تنظيم السوق بعد أن عرفت اختلالات أثرت على الأسعار فأضحى شراء السيارة شبه مستحيل عند الطبقة المتوسطة نريمان قداشة الحرة الجزائر